السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد وياهلا ويا مرحبا بالجميع من الاشياء الكويسة بالمهمات الجديدة انك تقدر تلعبها بطريقتين طريقة التسلل وانك تدخل على المصنع بدون ما تنكشف وتتخلص من العصابات بدون ما حد يعرف اي شيء وطريقة الهجوم او اغريسيف واللي توصل فيها للمصنع وانت اصلا مكشوف والكل يعرف انك جاي تكتلهم وتسرق البضاعة من عندهم واذا كان سؤالك ليش تبي تلعبها بطريقة الهجوم وانت تقدر تدخل وتطلع بدون ما تنكشف فالسبب الاول هو انك تجرب تخلص المهمة بطريقة مختلفة عن الطريقة المتعود عليها والسبب الثاني هو الانجاز الجديد اللي نزل مع التحديث واللي عشان تكمله لازم تلعب المهمة النهائية بطريقة الهجوم وطبعا عشان تفعل هذه الطريقة لازم بالاول تخلص المهمات الاربع الاولى حق التجهيزات عشان تفتح لك المهمة الخامسة واللي اسمها disorganized crime واللي منها تقدر تختار اذا كنت تبي تلعب بطريقة التسلل او تبي تلعبها بطريقة الهجوم فنشغل المهمة الخامسة ومثل كل مرة بيطلب مننا نهكر السيارات عشان نعرف مكان المستودع اللي يخزن فيه الشاحنات واللي بس تروح عليه بيجيك اختيارين يا اما تقتل كل الاشخاص وتخرب الشاحنات بشكل صامت وتمسح سجيلات الكاميرات بدون ما حد يشوفك وبعدين تطلع وتاخذ الشاحن اللي فيها الصناديق وترجعها للمستودع وبهذا الشكل بتكون فعال طريقة التسلل للمهمة النهائية اما اذا كنت بطريقة الهجوم او aggressive فما عليك اللي تفجر هذه الشاحنات وتخرب المكان بالكامل واهم شيء انك تسحب على الكاميرات يعني انسى المكتب ولا تروح عليه ولا تمسح التسجيلات من هناك وضروري انك تنكشف داخل هذا المستودع عشان تلعب المهمة النهائية بطريقة الهجوم وهذا الشكل لما تطلع برة ما رح يطلب منك تسرق الشاحن اللي فيها الصناديق لانك اصلا بتدخل للمهمة وانت مكشوف فما في داعي تسرق هذه الصناديق وبكذا باقي لك بس تدخل للمهمة النهائية وتجلدهم وبتمسح الارض فيهم داخل مصنع الدجاج وتذكر انك في اي وقت تعيد المهمات وتبي تلعبها بطريقة مختلفة فالمهمة الخامسة هي المسؤولة عن تغيير طريقة الدخول للمصنع سواء تبيها بالتسلل بدون ما تنكشف أو بالطريقة الهجومية وتنزل للمصنع وتمسح الارض بالعصابات وهذا كان كل شي عن كيف تدخل للمهمة النهائية بطريقة الهجوم من هنا اكون وصلت لنهاية المقطع الله يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد اذن الله